هذا وبعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وأكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته أن تلك الذكرى ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطني المقدس ولإعلاء الكرامة والسيادة الوطنية وترسيخ ثقافة السلام العادل كما تقدم بالتحية لجنود مصر الأبطال من قواتنا المسلحة ولأرواح شهدائنا الذين حرروا سيناء